السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جبت لكم وصفة تضييق المهبل و تنقية الرحم على بركة الله نحتاج الخزامة لما تشيلوا هذه السيقان فهي مفيدة كثير وعندها فوائد كثيرة وعندنا الورد وكذلك عندنا قشور الرمان قشور الرمان لازم ننظفها جيدا من الأوساخ على بركة الله نبدأ في تحضير الوصفة نضيف الخزامة وبعدها الورد وبعدها قشور الرمان النظيفة سوف نضيف الماء الكافي نضيف الماء على حسب الكمية اللي سوف نستعمل سنحركه جيدا وبعدها سنتركه فوق النار حتى يغلى هذه الوصفة بعد الغليان وسنحركها جيدا وهي فوق النار هذه الوصفة بعد الغليان الآن سنضيف المكون الرابع والمهم جدا وهي عشبة الشيح عشبة الشيح لديها فوائد كثيرة كثيرة سوف نضيف ملعقة صغيرة ونحرك المكون جيدا ونتركه شوية وبعدها نصفه يجب أن نحرك الوصفة جيدا بعد إضافة الشيح الآن نقوم بتصفيته بعد تصفية المكونات سيبخلنا هذا الماء ونحن سنستعمل هذا الماء بالضبط بنسبة طريقة الاستعمال لازم يكون الماء دافئ نحطه في بنيو ونجلس عليه أو أننا نقوم بالوضوء مدة الاستعمال هذه الوصفة مدة ثلاثة أيام ممكن تستعملها ثلاثة أيام في الشهر فقط الوصفة تستعمل إلا عند حكا وكذلك الفرزات مهبلية كريهة وكذلك لتضييق المهبل أتمنى تجربكم الوصفة ولا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته